أهلا بك في حلقة جديدة من سلسل التعلم اللغة الإنجليزية المبتدئين حلقة هذا اليوم هي عن الـ Possessive Adjectives أو بالعربي صفات الملكية لا تنسى أن تضغط زر السبسكرايب وتفعيل الجرس حتى توصلك كل الحلقات الجديدة وإذا أجبتك الحلقة فشارك بلايك وتعليق ليدعم القناة مستعد؟ يلا نبدأ كثير من الطلاب يتسألون عن مميزات صفات الملكية أو الـ Possessive Adjective ما هي اختلافها؟ عن الضمار فالـ Possessive Adjective هي تشيرنا إلى تملك شيء مثلا كتاب، سيارة، بيت أو الانتساب إلى شخص مثلا أبي، أخي، أمي، ابنتي ميزة ثانية لصفات الملكية هي أنه صفة الملكية دائما يتبعها اسم مثل ما نعرف بالإنجليزي الصفة تسبق الاسم فصفة الملكية يتبعها اسم لما ننقارنها بالعربية صفات الملكية بالعربي أدنا طبعا المتكلم والمخاطب والغائب بها تفاصيله، بالإنجليزي أدنا الفرست برسن واللي هي الشخص المتكلم، السكند برسن هو الشخص المخاطب، والثيرت برسن هو الشخص الثالث أو الشخص الغائب فبالنسبة الفرست برسن أدنا ماي لما شخص يتكلم عن نفسه فتشيموا لكه، أور لما مجموعة يتكلمون، سكند برسن نستعمل لها يور، وميهم منه هذا الشخص هل هو مؤنث مذكر أو مجموعة دائما نستعمل يور، بالنسبة الثيرت برسن بيها شوية تفاصيل لأنه أدنا مؤنث نستعمل هور، مذكر نستعمل هز، للشخص الغير العاقل، مثل الحيوان أو بالنسبة للجماد، نستعمل إتس، وللمجموعة نستعمل ذير عندنا الفرست برسن، ماي بوك، ماي بوك، فبهذه الحالة أدنا بالأخبر صفة الملكية لما الشخص يتكلم عن نفسه آور بوكس، بهذه الحالة أدنا مجموعة يتكلمون عن نفسهم، فصفة الملكية تصير آور، آور بوكس، هسا أدنا السيكن برسن أو المخاطب، نستعمل بيها يور، يور دوغ، الشخص الثالث، هذي شوية بيها تنوعات، بالنسبة للمؤنث، تصير هر آيز، فهر هي صفة الملكية أو البوسسيف أدجكتف His hat His hat His هي البوسسيف أدجكتف للمذكر Its house Its والبوسسيف أدجكتف أو صفات الملكية لغير العاقل، مثلاً أنهنانا bird، أصفور Their teacher Their teacher Their بهذه الحالة هي صفة الملكية لمجموعة Their teacher هسا راح نسوي أمثلة في جمل، راح نستعمل أول ما نبدي بالشخص المتكلم This is my daughter This is my daughter My هنا هي البوسسيف أدجكتف، شو فيجي وراها اسم، دوغتر فmy هي الأدجكتف، ودوغتر هي الإسم This is my daughter فبهذه دا نبين نسب الشخص المتكلم بالنسبة لـ daughter My هي صفة الملكية لمتكلم المفرد This is my car This is my car My أيضاً بهذه الحالة هي صفة الملكية المتكلم المفرد الحالة الأولى كان مؤنت في هذه الحالة هو رجل دا يتكلم أيضاً يستعمل my كصفة ملكية لمتكلم المفرد This is our family Our هي صفة الملكية للمتكلمين الجماعة لدينا هنا جماعة يتكلمون عن آئلتهم فآوة هي صفة الملكية هنا رح نوصل للمخاطب This is your daughter This is your daughter Your هي صفة الملكية للمخاطب المفرد هذه الحالة لدينا هسا المذكر مخاطب فنستعمل أيضاً your فتصير This is your car This is your car Your صفة الملكية المخاطب المفرد مؤنت أو مذكر أو مجموعة This is your family This is your family Your هي صفة الملكية للمخاطبين الجماعة This is her daughter This is her daughter Her هي صفة الملكية للشخص الغائب المؤنت الغائب أو الثالث Third person يعني فصفة الملكية أو possessive adjective للشخص الثالث أما بالنسبة للشخص المذكر فنستعمل his This is his car This is his car بالعربية بالعربية عندنا تأنيث وتذكير بالنسبة لغير العاقل فبالعربية الجملة تكون هذه القطة تأكل طعامها لكن بالانجليزية ما يهم تذكير وتأنيث بالنسبة للجماد أو الحيوان فنستعمل its This is their family This is their family Their هي صفة الملكية للشخص الغائب الجماعة ولهنانا نكون وصلنا نهاية حلقتنا أتمنى أن تكون الحلقة عجبتك وللقاء في حلقات قادمة Bye